طبعاً كثيرين قاعد يتساءلون ليش وقف لايكثر متى راح يرجع وانواع الاشاعات اللي اطلعت اللي يقول لك انقفط واللي يقول لك سفروع لكن والله الحقيقة اني اتزوجت بس وتعرفون واحد مع الزواج يريح شوي ها الأكل والطبخ والأمور الطيبة ها وبس هلا نرجعنا يا الله شغل يا مدير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف تلحال السلام بغاية تسجل قيد ناخب هي محتك مشكلة بس احتاج بطاقة الهوية الوطنية واذا معاك عقد ايجارة او سكر ملكية لبيت طبعاً بس انا ساكي مع اهلي بغاية تحتاج مشهد مصدق من عمدة الحي مشوار لم تكن ضبطنا بطاقة الهوية السجل قيد ناخب مشوار اروح لعمدة الحي واجيبهم شر مصدق انت انت شفت النساء اللي قربك فين شفتهم ولا لا سرع طويل في الحر ما شفتهم لا موية لا ظل لا سيارة عيالهم رماوهم من صباح الله خير وتشعي تقول لي مشوار وأنت الحين متقاعس قاعد تبغى تبغى أتسلكني ومالي أحل المشوار تلح الحقوم قاعد لي بيكسرون روسكم في الانتخابات وتقعد تقول لي زبطني و.. لا لا ما يكسرون روسنا تبي مشهد مصدق لا مشهد مصدق وعن التقاعس ما لها الأرجال خلاص كفر 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 خاطر نورا أتنا نجد أن وجد تحسب الوعد بالانتخابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد بن ناصر وهذا هو المشهد المصدق حقي أيوة وهو أنا أصدق أن هذا ما شرائع؟ ما هو المشهد المصدق ما هو المشهد المصدق لا لديك أي مشكلة لا 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 الامور تماما توكل يعني اللي بيصير زين صراح على المجهولات هذي عسانه ما يخزف بنا يعني بس يوما ماهي مشكلة توكل 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 زي ما معظم الناس تدري المملكة تدخل دورتها الثالثة للانتخابات البلدية اللي سؤونه كل 4 سنين وهذه السنة طلعوا مرة مدققين على سالفة إثبات مقر السكن ليش؟ عشان الناس طلعت تتزور عقود إيجار عشان تصوت في دائرة انتخابية معينة يعني السالفة بيع أصوات أصلاً لما الواحد يروح يسجل قيد ناخب في دائرة معينة يطلبون مننا واحد من شيء يا سك بيت يا عقد إيجار معظم الناس لا يوجد بيوت ملك وهذا خاصية مني عقد إيجار معظم الناس لا يدفعت أجاراتها فلا يوجد عقود إيجار تستطيع تلك إيجار هذا إذا لم تكن مطرود ومكروش وستطيع ساكن لديهم هذا إذا لم تكن أهله ساكنين إيجار ليش؟ 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 ليش أفهم ليش تعطون الناس بمواقف محرجة عموماً اللي يبيعرف أكثر عن شروط تسجيل قيد ناخب أو يبيعرف مكان أقرب بقر انتخابي يروح موقع انتخاب طبعاً المهم جداً في هذا الدور الانتخابية أنها أول مرة تشارك المرأة كناخبة يعني صوت وكمرشحة يعني يصوتون لها هذا طبعاً سبب حالة أقرب شيء قال عنها هلعة الهلعة خوف مرضي مبالغ فيه أنواعه كثيرة ومن أمثلته الخوف من الفأر وجحفلي دخل منطقة الجنسة اللعبة قوم قوم عادي 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 مرة عادي يعني كل الناس سواها ليش ما سوا يا حن؟ طبعاً بعدها بدأوا يحددون المقرات الانتخابية للرجال والنساء واستهدفوها كيف؟ أبد لوحة المقر الانتخابي في محافظة الريت كسروها بس عشان مكتوب النساء هذا هم لسه ما جوا ينتخبون بعد وبدأت ما قاطع في النت تنزل تحذر من انتخابات النسائية يلا خذ صوتك سيحول بإذن الله دون الاختلاط في المجلس وسيساعد على إدخال أهل الغيرة والصلاح فلا تتأخر حسيت أن أول مرة ندري أن في سعوديات ترى موجدين حولنا وحوالينا في المولاد تشوفهم في الأسواق شوفهم حتى في بيوتنا حولنا بعضهم عشنا داخلهم تسع شهور طبعا الهلع هذا يشابه كثيرا الهلع اللي صار بعد مبارات السوبر بين هلال ونصر في هيلندا يعني عشان نكون نحن متطورين ويعني لابد نحط الكاميرا على بعض السيدات بهذه الطريقة هل أعملية تغريب هل أعملية أن هذا الفتى السعودي لابد تطلع ويكون حضوره في ملعب أمر مشاهدة خصوصية مجتمع الحرمين الشريفين كرة قدم كرة رجالية أكثر منها شي ثاني والله صادق يا أخي المخرج ليش كذا مرة مركز على البنات يا أخي والله العظيم أشان ليش بنات يروحون يقعدوا في البيوت يا أخي ولا أجل وشولة عندنا بيوت لازم أحد يقعد فيها ولا خلاص النام بالشارع بعدين أصلا الكرة تعتبر رياضة رجالية عمركم سمعتوا بنات يلعبون كرة لا واضح أتوقع يعني يعني في أوكي في شي مو منطقي حين أنتوا زعلانين إن البنات حضروا المباراة وانتشرت صورهم إنهم حضروا المباراة فتقوموا تعبرون عن زعلكم بإنكم تنشرون صورهم إنهم حضرين المباراة لا تبطروا شيف ملعبهم زي ملعب مختبرة زي مملعب شكرا جوانيا إنهم أجل المجموعة ي بسم الله بنظاره جيد الله حلوين اوكي انا ستابدي اشعر زيف الحين انت على البالك لما تجزر صور البنات على زاس الناس بقولوا او لا عيب اشو انهم بيتحصون ام الصورة كانوا متجار لولو زومن 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 طبعا الهلع مستمر هلع من الكورونا هلع من طيحة سوق الاسهم هلع من تضخم العقاب هلع من انحدار سعر البترول يخي والله العظيم مرات الواحد يحمد ربنا مطفر وطبعا لا ننسى الهلع في هذه الفترة من عودة المدارس تيجي الام لازم تشتري سبع شونط كل واحد الشكل اللي اقزامها السبعة ولازم تشتري مؤونة كتب ودفاتر وقلام تسوى كلية كاملة وبعدين الاب يقول انا ما اقدر لانه ما يقدر فعلا تقول والله انت طلع عمرك مقصر علينا ومقتر يقول لا ابوك لا ابو اللي جابك انت طالك مشاكل اصلا الهلع هذا وصل للوزار كتب ناقصة تطبيق شنطتي مرة مو طالع بالاب ستور ومرة طالع بالاب ستور الامريكي ومرة ما في مناهج الثانوية بس المتوسطة والابتدائية مشاكل على جميع الأصعدة يعني المشاكل طبعا هذا غير المشاكل اللي من مستلزمات التربية الفنية شباب 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 هاي هذي شريتها مع مين؟ مع عمي ورتي ورتي هاي المكتبة هاي هاي هذي مو حلوة بابا هذي يا لكني يبا لكني يبا ها وشو؟ أصلا بذيق أجبها مالك مالك فستفني انا كلمة ان شاء الله هذي هذي مو حلوة ومو زيني لك تعال انا ورك وش زين لك شبابا حبيبي هذي ألوان فحر ها أسوى جبير مهيب ألوان صدقي بس انه بس تكرس في أشياء حلو كثير زي هذي زي هذي شو زي هذي اوكي هذي تخسي تسوي زيها بس انه يعني طبعا هذا هلع من نوع آخر بعدما أقرت أمريكا زواج المثليين من فترة بسيطة صار فيه هلع من ألوان علمهم اللي هي هذي بس جي السالفة الألوان هذي صرنا نشوفه في كل مكان مباني مدارس أغطية جوال علم حليب مركز صرنا نشوفه في كل مكان شباب شباب الله خليكم مشير الشعار تعالوا نراجعين ما نخلق مشاكل تدروش المشكلة ان هذا مو علمهم الوحيد عنده معلام كثيرة مرة يعني من الآخر ختموا على ألوان تدرون شلون شباب خلونا نصور الموضوع هذا كله بلا سود البيض شوى يا أخي حين واحد على الأقل يرتاح شوي يلا خلنشوفه إذا يطلعون لنا علم فيها سود البيض صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة three three two three اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة